السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بالف صحة والف خير معكم ام احمد من مطبخي مطبخ البيت المعمور ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكداب احلى حمام بامر الله دي الوراك اللي هنعمل بها الحماية طبعا اما بنروح للفرارجي نجيب من عنده الوراك دهيت بنقول له عملها لنا حمام كداب بيخليها ملعب وطبعا غسلتها ونقعتها في خل ولمون وملح لمدة ساعة وبعد كده حقيتها في مصفة صفت كل الماء اللي فيها ودلوقتي هنبدأ بسم الله وده التوابل اللي هنتبل بها الوراك معلقة زعتر معلقة توم بودر معلقة بابريكا معلقة كامون معلقة بصل بودر معلقة فلفل اسمر معلقة كوزبرا نشفة معلقة ملح كل المكونات دي حبيبي بمعلقة صغيرة ودولة 4 معلقة زيت نباتي قبيل هنحط عليهم التوابل هنقلب التوابل كده مع بعضها هنحط هنحط التوابل على الزيت وبعد ما حطيت التوابل على الاربع معلقة زيت هنحط على التوابل فلفلاء الوان وفلفلاء رومي مع خمس فصوصتهم فارماهم في الكابة كويس جدا هنحطهم على التوابل كده هنقلب كل التوابل مع الفلفل كده كويس ودلوقت ودلوقت قلبت الفلفل مع التوابل مع كل المكونات اللي حطناها وبعد كده هنشوف هنعمله ودي البولة اللي هنعمل فيها الوراك هنجيب الوراك ده يا حبيبي نحطها في البولة كده ونحط عليها من التوابلة اللي عملناها وبعد كده هنوزع التوابلة في الوراك كله كده من جوا ومن بره ندخل كده التوابلة من جوا كده ودلوقت ودلوقت يا حبيبي وزعت كل التوابلة في الوراكة هسيب الوراك ده في التوابلة لمدة ساعة ويلا بنا على البتوغاز نجهز الرز بتاع الحمام ودي الحلة اللي هنعمل فيها الرز بتاع الحمام هولع عليها هحط شوية الزيت نباتي ابيض حطت الزيت في الحلة ودلوقت هحط البصلة البصلة كبيرة مبشورة معلقة فلفل اسمر معلقة بابريكا مكعب زبت هنحطه كده على الزيت هدل البصلة تقليبة هحط مكعب ماجي وبعد كده هحط معلقة ملش صغيرة هقلب الملش مع البصلة مع كل المكونات هقلبت البصل مع الملح مع التوابل مع كل المكونات ايه ما بنحمرهاش ولا اي حاجة باليبداية تم تقليبة كده مع التوابل وبعد كده بنحط عليها الرز هحط الرز يا حبابي طبعا الرز ده غسله ومصفيه من المي ودلوقت هقلب الرز مع البصلة مع كل المكونات هنشوحه كويس هحط نص معلقة كارس غيره هقلبت كارس هقلبتكرف الرز هقلبتكرف الرز هحط نص معلقة كارس غيره هقلبتكرف الرز ودلوقت يا حبابي ودلوقت يا حبابي قلبت الرز ده وشوحته في كل المكونات اللي حطناها لحد ما حبيت الرز لمعتها ودلوقت هحط له المي مية سوخة مش هنحط له مية كتير عشان هنسوي نص تسويه عشان نحشي منه الحمام وبعد كده نكمله تسويه هنقدم الرز مع الحمام من نفس الرز اللي هنحشبه الحمام هغطي الحلة وسوي نص تسويه دلوقت يا حبيب الرز سوي نص تسويه هناخد منه بقى نحشي الحمام ونكمل الرز تسويه وبعد ما خدت الرز بقى أحشي الحمام هنكمل الرز تسويه هنحط له شوية مية بعد ما خدت الرز حبة مية دلوقت هنغطيه وولع على النار اكمل الرز تسويه على نار هادي وده يا حبيب الوراك بعد ما سبتها في التدبلة ساعة هنحشيها مع بعض دلوقت هنجيب الوراك دوت كده ونحطه جوه الرز وندخل الرز جوه كده في الدبوس طريقت هنجب التطرف ونروح لفين الورك كده ن引eye الكلدة بتاعテد البوس كده فنلف هه وينُفي المصطب ونروح نجيب ان بقاه وتستنوا اليوم منقفل الورك نينوم لeles ونقطع الفتلة ونلف الورك كده ونقفل دي كده ودي كده ونذهب برضو جايبين الفتلة الخد كده اي رز على الورك كده بنشيله وده حبايب الحمام بعد ما حشنا مع بعض يلا بناع البتجاز نشوف هنعمل ايه وده الحلة اللي هعمل فيها الحمام هولع عليها هحط فيها مكعب زبدة ننظر مكعب زبدة نوزع مكعب زبدة في الحلة كده دلوقتي مكعب زبدة فت نحط الحمام هنحط الحمام من ناحياتي هنصد الحمام ياخد الصب ماخده في الحلة وبعد كده نشوف سنعملاته ودلوقتي هقلد الحمام دلوقتي هطلع الحمام اخلص كل الكمية بالشكل اللي عملنا مع بعض ده يا حبايبي وارجعله دلوقتي يا حبايبي بعد ما ادتلي الحمام صدمة هنحط بقى نسلقه وهنحط بقى المكونات اللي هنسلق فيها الحمام دي بقى صلايا ما تقفع اي حاجة ثلاث ورقات لورة معلقتين ملح الغالب هنحط طبقة الحلة نفس الحلة اللي قالنا فيها هنسلق فيها الحمام وبعد كلا ما نحط الحمام دلوقتي هنحط المياه على الحمام مياه سفنة وبعد ما حطت المياه على الحمام هسيبه يستوي وارجعله ودلوقتي يا حبايبي الحمام استوي وتفيت عليها هه هطلعه من الشربة دلوقتي بعد ما طلعت الحمام هنقلي مع بعض دي الطاصة اللي هنقلي فيها الحمام دلوقتي هحطه في الطاصة الزيت هسيب الزيت يسخن دلوقتي الزيت سخن هحط الحمام دلوقتي هقلب الحمام دلوقتي ه Doyه طبعا بتقلب الحمام من كل ناحية استعملم طبعا بتقلب الحمام من كل ناحية existين يتحمر معنا من كل ناحية دلوقتي الحمام اتحمر للوقتي هو من طلع اخلص كل الكمية بالشكل اللي عملنا مع بعض دي يا حبيبي وارجع لكم اقدموا مع بعض دي يا حبيبي الحمام التكذب بعد ما عملنا خطوة بخطوة مع بعض طبعا الخيط اللي بنقفل به الحمام بيتفك بمنتازه بالمقص كده يا حبيبي انا فكت ده طبعا خلت واحد انشيل الخيط بتاعه مع بعض اوه يا حبيبي اعملوا الحمام بكذب بطريقتهم محمد وبامر اللي فوق الوصف ولو عجبكم الفيديو يا حبيبي لايك وشير واشتراك للقناة وبدعوتكم يا حبيبي قلبي حبكم في الله انا وشير نتمنى لكم سوما مقبولا وافطارا شهيه كل عاموا انتم بخير رمضان كريم اشتركوا في القناة